موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتزودوا زادنا اليوم عن الدعوة الجهرية في الفترة الماضية كانت الدعوة السرية كما لا يخفى على أمثالكم الآن الله تبارك وتعالى أذنى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجهرية بعد تقريبا ثلاث سنوات وأول ما بدأ الله عز وجل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وأنذر عشيرتك الأقربين أي ابدأ يا محمد بمن هم حولك بعشيرتك هم الأولى بالنصح الآن وهذا التطور وهذا التدرج الطبيعي في الدعوة أن تبدأ بمن هم حولك بزوجتك بأبوك بعمك بخالك بجارك وهم الأولى بالنصح واليوم الدرس المستفاد من هذه الآية أمر عظيم جماعة الأمر مستفاد من هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين والله حقوق أرحامك مش بس والله تطعميهم وتشربهم وتلبسهم وإنما من أبرز وأعظم هذه الحقوق لأرحامك أن تدعوهم لله عز وجل أنت يعني شايف أبوك ما بيصلي هذا لا يعقل أنك أنت تاركه وتقول والله خلاص الهداية بيضرب العالمين أنت شايف ابنك أنه ما بيصلي وتقول والله ربنا هو اللي يهدي طب ما هو أنت مهتم بدراسته ولبسه وأكله وشربه طب لا تهتم لعاد لا بأكله ولا بشربه ولا بلبسه يقول خلاص صربنا هو لطعمه ويشربه ولبسه وانتهينا إذن وأنذر عشيرتك الأقربين تعطينا درس في غاية الأهمية أن من أعظم حقوق التي نؤديها لأرحامنا إذا كانوا مقصرين في حق الله عز وجل أن ندعوهم لذلك حتى وإن لم يقبلوا نصحك فيا محمد صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرتك الأقربين وحتى لو لم يقبلوا هذا النصح فهذا ليس عذرا مسقطا للتبليغ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ادعوهم لهذا الدين ولهذا الإسلام وهذا من فقه الدعوة البداء بالأقربين وهذا حق لهم وواجب علينا أنذرهم يا محمد وإن لم يسمعوا قولك أنذرهم يا محمد وحتى لو آذوك أن تبقى على هذه الدعوة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وبدأ بدعوة قريش لهذا الدين العظيم ولاقى ملاقى من أذى من سخرية من استهزاء وقالوا تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بالأمس في نظرهم كان الصادق والأمين اليوم عندما يخبرهم ويدعوهم وينصحهم أصبح شاعر ومجنون وساحر وغير ذلك من المصطلحات وأصبح والذي يريد أن يفرق أهل مكة وهذا واقعنا اليوم اليوم أنت عندما تنصح الناس سبحان الله وأنت ماشي زي الناس ما بدها أنت ماشي الله عليك إذا أردت أن تنصح إذا أردت أن توجه إذا أردت أن تشفق عليهم تصبح أنت اللي ما أخذ السلم بالعرض وإنت اللي زمت في الدين وإنت اللي مش عارف كيف فهم الأمور وهذا أمر طبيعي فلما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما نستغرب هذا الذي يحصل معنا اليوم لأنه هكذا كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يتبع صلى الله عليه وسلم قريش في أنديتهم في مجامحهم في محافلهم في مواسم الحج في مواسم الأدب والشعر والنثر عندما كان صلى الله عليه وسلم كل مناسبة يحاول أن يسخرها لخدمة هذا الدين كان صلى الله عليه وسلم يدعو كل من لقيه حرا أو عبدا ضعيفا أو قويا غنيا أو فقيرا ما بميز أنه هذا غني أدعوه هذا فقير بلا منه هذا صاحب يعني سلطان وأتقرب أنه بينما هذا يعني فقير أبتعد عنه لذلك كان صلى الله عليه وسلم بمثل هذا يخاطب الجميع وينزل الناس منازلهم ويتحدث معهم بشفقة أنقذوا أنفسكم من النار وهذا درس للدعاء اليوم درس لكل داعية أن يظهر حرصه وشفقته على المدعوين يعني أنا ما أتحدث معك أنه أنا والله بالجنة وأنت في النار لا والله نحن عندما ننصح الناس والله شفق عليهم وحبا لهم ندعوهم ولذلك نظهر هذه الشفقة كما أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار أنا ما جئت حتى أعذبكم ولا جئت حتى فقط أرهبكم لإنقاذكم من النار ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا سرا وجهرا وأسأل الله تبارك وتعالى فعندما نقرأ هذا المشهد ونقرأ هذه الآية وأنذر عشرتك الأقربين كل ياتنا يا جماعة كل ياتنا والله بحاجة أن نتفقد من هم بالقرب منا وندعوهم إذا كانوا مقصرين ناصر الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة